موسيقى نحييكم سيداتي وسادتي من ساحة مشور القصر الملكي بتطوان لننقل لكم مباشرة مراصيم حفل الولاء التي تتوج الاحتفالات الشعبية والرسمية المخلدة للذكرى الخامس والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله على عرش أسلافه المنعمين فذكرى عيد العرش المجيد مناسبة غالية يحتفل بها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى البويرة بكل مظاهر الفرحة والاحتفال والتعبير الصادق عن الولاء والوفاء والإخلاص والتعلق الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد وهي مناسبة يجدد من خلالها المغاربة قاطبة شيد واسير التاخذية وولات وعمال أقاليم المملكة الله يبارك عمر سيدي الله يبارك عمر سيدي وزير الداخلية وولاة وعمال أقاليم المملكة يقدمون الولاء لأمير المؤمنين حفظه الله عهد دائم متجدد للمضي قدما وراء جلالة الملك نصره الله جلالة ايهوض الفضاقية الحمراء جلالة المملكة الله يبرك عمر سيدي الله يبرك عمر سيدي جهة الداخل ودي الدهب وتضم ودي الدهب أوسرد جهة العيون الساقي الحمراء وتضم عملاته أقاريم العيون بوشدور طرفايا سمارة وجهة قلميم ودنون وتضم قلميم السزاق طانطان وسيدي إفني الله يبرك عمر سيدي الجهة الداخل خلق سيدي الجهة الداخل قد يبرك عمر سيدي جهة الداخل قد يبدأ marvelous الحمراء على سيدي جهة الداخل خلق سيدي جهة الداخل والاق Billie موسيقى جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم طنجة أصيلة المضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجر العرائش الحسيمة شفشاون وزان جهة الشرق وتضم وجد أنقاذ النظور دريوش جرادة بركان تاورير تقرسي فيقي جهة فاس مكناس وتضم فاس مكناس الحاجب إفران مولايعقوب صفرو بولمان تاونات وتازع حفل الولاء حفل بهيج غني بكل رموزه وتقوسه موسيقى 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 جهة الرباط سالة القنيطرة وتضم الرباط سالة صخيرة مارة القنيطرة الخميسات سيد قاسم وسيد سليمان جهة بني من لال خنفرة وتضم بني من لال أزيلال فقي بن صالح خنفرة وخريبكا جهة دار بيضاء سطات وتضم الدار بيضاء أنفا الفيدامر السلطان عين سبع الحيل محمدي الحيل حسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيق مولارشيد المحمدية مديونا نواصر بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور موسيقى لم يزيد جهة مراكش أسفي وتضم مراكو الشيشة والحوز قلعت سرغنا رحمنا صوير رأسة فيليوسوفية جهة درعة تافلات وتضم الرشيدية وارزازات ميدل تنغير وزاقورا جهة سوس مسا وتضم أقادير الدوتنان إنزغان أيتملول شتوكا أيتباها تارودان تيزنيت وطاطا وتطلق المدفعية 21 طلقة بهذه المناسبة المجيدة التي يخلدها الشعب المغربي قاطبة بكل مشاعر الحب والوفاء والولاء الدائم والتعلق المستمر بأهداب العرش العلوي المجيد والعهد التائم المتجدد على السير حدما وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قائد هذه الأمة وضامن وحدتها واستمراريتها لبناء صروح هذا الوطن وتحقيق نهضته الشاملة هي مناسبة مجيدة يجدد من خلالها الشعب البغربي قاطبة الطاعة والولاء لأمير المؤمنين بما يقتضيه العهد من الإخلاص والوفاء لقائد هذه الأمة ورمز وحدتها واستمراريتها أمير المؤمنين حامي حمل ملة والدين الحمد لله على ما منه الله علينا دون سائر الناس من إمارة المؤمنين الحامية للملة والدين القائمة بتفان وإخلاص ووفاء على حفظ الأمن والاستقرار الذي هو قوام الحياة الطيبة وظلها الوارف على العباد حمدا لله على نعمة الولاية الشرعية في ظل الدولة العلوية الشريفة تاريخ مجيد عريق يمتد لقرون عديدة وحاضر مشرق زاهر وهو مفخرة لكل الأجيال ومستقبل مليء بالآمال والتطلعات في ظل قيادة رشيدة حكيمة متبصرة متجاوبة متفاعلة مع نبض كل مغربي ومغربية تحل الدكرى الخامس والعشرين لتربع جلالة الملك حفظه الله على عرش أسلافه الغر الميامين وكلنا فخر واعتزاز بما تحقق من مجزات عظمى وإصلاحات كبرى في مسيرة البناء والتشييد التي يقودها جلالة الملك حفظه الله على درب النماء والتقدم والازدهار إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء بحول الله